قموا إلينا من عمان اللواء فايز الدويري الخبير العسكري والاستراتيجي مرحبا بك لواء فايز أولا أود أن أسمع منك قراءتك للتطور العسكري الذي حصل الليلة الماضية وفجر اليوم بالهجوم الإيراني على إسرائيل يا سيد ما جرى في إذا جاز الاعتبار أنه بدأ بعد الساعة الثانية عشر ما جرى في 14 ساعة هو صورة مقاربة لما جرى في 7 أكتوبر أي وضع قواعد اجتباك جديدة وفرض معادلة تردع جديدة يعني يجب بغض النظر عن النتائج وما يقال وما قيل بأنه تم أسقاط 99% أو ما شابه ذلك نحن أمام انعطافة استراتيجية في المقاربة الإيرانية أي أن الأرض الإيرانية يقابلها أرض الكيان الإسرائيلي أو ما يجب أن يطلق عليه فلسطين المحتلة الآن تم استهداف القنصلية والقنصلية في العرف الدولي والسفارات تعتبر أرض للدولة التي ترفع العلم فكان هناك اعتداء إسرائيليا صارخا على تلك القنصلية بغض النظر من قتل وبالتالي جاء الرد الإيراني وهذا الرد كان تحت تساؤلات وتحدث الكثير عن الصبر الاستراتيجي وأن احتمالية الرد قد لا تكون واردة ولكن جاء الرد الإيراني بغض النظر وجاء الرد من حيث الكم نتحدث من حيث الكم جاء الرد كبير جدا هناك ثلاثمائة واسطة استخدمات ما بين طائرة مسيرة ما بين صواريخ باليستية ما بين صواريخ الكروز الآن كل المقاربتين الرابع عشر من نيسان والسابع من أكتوبر قدم حقيقة جديدة للعالم لا بد أن نتوقف أمامها كمحللين وهو أن الكيان الإسرائيلي غير قادر على تأمين أمنه القومي دون وجود رديف وحليف يحمي ظهره ويساعد على الوقوف في سبع أكتوبر فهرع العالم وهرعت الزعامات العالمية وتم بإنشاء جسور جوية من أجل مساعدة الكيان الإسرائيلي في الرابع عشر من نيسان تحديدا ونتحدث بعد ساعات من الحدث نجد أن أمريكا بريطانيا فرنسا على الأقل هذه الدول أعلنت فعليا أنها قامت بالمساهمة في تدمير هذه الأجسام الطائرة من بسيارات وصواريخ إذن نحن أمام مرحلة جديدة أمام انعطافة استراتيجية لكن مدى الالتزام بهذه القواعد التي فرضت على أرض الواقع كقواعد اشتباك جديدة كنظرية ردع جديدة الردع مقابل الردع مدى الالتزام بها وتطبيقها مستقبلا هذا هو الذي سيجسدها على أرض الواقع قد لا تكون نظرية الردع الجديدة قد لا تكون نظرية الردع الجديدة دعني أشير للنقطة أرى أنها ضرورية أنها ستغطي كافة الاعتداءات التي سينافذها جيش الاحتلال ضد الأهداف الإيرانية في سوريا يجب أن نميز ما بين هدف يحمل رمزية معينة كالسفارة أو القنصرية وما بين تواجد عسكري سواء كان مستقلا في معسكرات لوحدها أو ضمن مواقع الجيش السوري يعني لهذا الأمر حسابات أخرى الآن الرد هو على القنصلية بما لها من رمزية أراضي إيرانية سيد فايز عندما قلت بأن إسرائيل لا تستطيع أن تحمي نفسها من دون الحلفاء هل هذا يعني أنه لو لم تكن كل هذه الدفاعات الجوية للحلفاء في المنطقة لما تمكنت إسرائيل من إسقاط هذا الكم من الصواريخ ولكنت الآن في مكان آخر عسكريا؟ أعتقد أن لو لا التدخل الأمريكي البريطاني تحديداً والفرنسي لم تتضح معالم الدور الفرنسي كان هناك حديث لكنه لم يقدم رؤية لكن الأمريكيين البريطانيين كان لديهم مساهمة فائلة وتم تبيان ذلك بكل وضوح في الدول التي كانت ممراً ومنطقة عبور لتلك الوسائط سواء في العراق أو في الأردن أو في الجنوب السوري وبالتالي لو لا هذه التدخلات لوصل العديد من الصواريخ لماذا؟ لأن توزيع الأهداف كان توزيعاً فيه شيء من الواقعية وفرض التحدي عندما نتحدث من المنطقة الجليل الأعلى من شمال فلسطين المحتلة إلى منطقة الوسط إلى منطقة إيلات أم الرشراش نحن الآن نتحدث عن جغرافيا واسعة جداً ما هي القدرات الإسرائيلية البقابلة؟ هناك عشر بطاريات تتعلق بالقبة الحديدية وهي تكون فاعلة نسبياً بعد أن تصبح الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة ضمن المدى المقرر وهو من خمس إلى خمس سبعين كيلومتر يأتي بعد ذلك مقلع داود وهو مدى متوسط يأتي بعد ذلك الباتروت وهو ما فوق المتوسط يأتي بعد ذلك حية الثنين وحية الثلاث وهو المدى البعيد رغم هذه المنظومة والمعقدة والتي تشكل خمسة طبقات لكنها كانت في حالة إغراق مبدئي إنجاز التعبير لذا كان هناك الدور للأمريكيين سواء سلاح الجو الأمريكي المنتشر وأمريكا لها عشرات القواعد سواء كانت قواعد جوية أو ما دون ذلك في المنطقة العربية كذلك بريطانيا لديها قدرات وكل الدولتين ساهمتا سواء في السابع من أكتوبر أو في الرابع عشر من نيسان ساهمتا في تخفيف الأضرار عن الكيار الإسرائيلي بما أنك تتحدث عن المنظومات الدفاعية الإسرائيلية دعنا نتعرف على هذه المنظومات في التقرير التالي ثم نعود القبة الحديدية منظومة دفاعية قصيرة المدى قادرة على اعتراض أهداف تشكل خطرا محتملا يعمل النظام عبر صواريخ تامير التي يتراوح مداها بين أربعة إلى سبعين كيلو مترا الرأس الحربية للصاروخ تحتوي على أحد عشر كيلو جراما من المواد شديدة الانفجار يمكن للقبة الحديدية أن تعترض صواريخ وقذائف أرض أرض وصواريخ قصيرة المدى دخلت الخدمة ونفذت أول اعتراض عام 2011 أدخل الجيش الإسرائيلي مؤخرا منظومة الدفاع البحري من القبة الحديدية تحملها سفن من طراز ساعر ستة سيد فايز الدويري اطلعنا بشكل مختصر على المنظومات الدفاعية الإسرائيلية لكن هناك سؤال بالنسبة لقاعدة نافاتيم التي أصيبت بأضرار بصاروخ إيراني هي الأولى أن تكون محمية بمنظومة صواريخ وهي تكاد تكون الهدف الوحيد أو ربما أحد أبرز الأهداف التي وصلتها صواريخ كيف يمكن أن نفسر ذلك في حين أن الباقي قد دمر؟ يا سيدي أولا نافاتيم لها خصوصية بالنسبة للجانب الإيراني لماذا؟ لأنه يعتبر أن الطائرات التي نفذت الهجوم على القنصلية انطلقت من قاعدة نافاتيم وبالتالي كان هناك إسرار إيراني على استهدافها وكانت اللقطات بالأمس كنا نتابعها عبر شاشة الجزيرة كان هناك نوع من الإغراق إنجاز التعبير لأنه كان كم كبير جدا من الأهداف الجوية المتحركة باتجاه النقب وهذه القاعدة تقع في منطقة النصر وبالتالي كان هناك شيء من الإغراق عندما نتحدث عن عمليات الإغراق نتحدث عن ثغرة مقابلة وهو أن ما مصطلح أو ما يمكن أن يطلق عليه بالأمن المطلق هذا غير موجود لا في إسرائيل ولا في أمريكا ولا في روسيا ولا حتى في الصين لماذا؟ لأن هناك ستكون ثغرات وفجوات سواء من حيث أن عملية الإغراق كانت ناجحة والقدرة الأعداد المهاجمة تفوق القدرة الدفاعية أو أن هناك خلال فنيا يحدث في تلك المنظومة أو في أحد إطلاقات هذه المنظومة وبالتالي القبة الحديدية لوحدها هي كفاءة تلغاية من 65 إلى 70% ليس أكثر من ذلك لا بل بعض المحللين الأمريكيين ومن داخل الكيان تحدثوا عن 7 إلى 10% وأنا لا أتفق معهم ولا أتفق مع شركة رفائل التي تحدثت عن 95% كذلك مقلاع داود وبقية المنظومات إذن لا بد من نفاذ بعض هذه الوسائط الجوية طائرات مسيرة صواريخ كروس صواريخ باليستية إذن كان هناك إسرار إيراني على ضرب القاعدة التي انطلقت منها الضربة الإسرائيلية ونجحوا الآن الجانب الإيراني يتحدث عن أضرار كبيرة جدا وبينما الجانب الإسرائيلي يتحدث عن أضرار طفيفة دعنا نذهب باتجاه التقييم الثالث الجانب الأمريكي الرئيس بايدن هنأ نتنياهو على أنه كان هناك نجاحا وانتصارا في امتساس الضربة لكن انظر إلى هذه المقاربة تعودنا تاريخيا أن إسرائيل هي من يهاجم تعودنا تاريخيا أن إسرائيل هي صاحبة اليد العليا لكننا الآن نتحدث بمقاربة مختلفة هذه المقاربة متى بدأت؟ بدأت في السابع من أكتوبر أن إسرائيل لم تعد اليد العليا رغم تفوقها وأنها في كافة الأوقات الحارجة لا بد لها من غطاء أمريكي بريطاني فرنسي ألماني حتى تستطيع الاستمرار في إداء دورها العمليات شكرا لك فايز دويري الخبير العسكري والاستراتيجي حدثتنا من عمان ترجمة نانسي قنقر